حالات من حجب الإنترنت بالكامل تعيشها ميانمار في كافة أرجائها بعد أيام من انقلاب عسكري قاده الجيش ضد السلطة الحاكمة والذي أطاح بالحكومة وزعيمتها أونغ سان سوتي مجموعة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت أعلنت عبر تويتر أن بيانات الشبكة أظهرت تراجع الاتصال في ميانمار بنسبة 54% عن المستويات المعتادة كما تحدث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي وفي وقت سابق قالت شركة تيلي نور للاتصالات إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدم خدمات الإنترنت بحجب خدمات تويتر وإنستجرام في البلاد حتى إشعار آخر باعتبارها أدوات لنشر أخبار كاذبة على حد وصفهم شركة تويتر لم تعلق على حجب الموقع بعد في ميانمار بينما أكدت فيسبوك التي تمتلك موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي حجب التطبيق وعلى رغم من أنها المرة الثانية التي تواجه فيها ميانمار انقطاع الإنترنت بعد الانقلاب العسكري إلا أن هذا الإجراء تزامن مع مسيرة حاشدة نظمها نحو ألف شخص في رنغون احتجاجا على الانقلاب العسكري فلتسقط الدكتاتورية العسكرية كان هتف المتظاهرين الذين انضموا إلى أنصار رابطة الوطنية من أجل ديمقراطية ولوحو الأعلام الحمراء وهو لون شعار الحزب الذي تتزعم سوتي زعيمة الحكومة التي أطاح بها الجيش وعلت ندأة المتظاهرين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين اشتركوا في القناة